السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. اه مش الفراخ اللي انخضت مش انتم. اه. اه. الفراخ انخضت من حركة عملتها مش 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 من كلمة سلام عليكم. اه. عايزة اقول لكم النهار ده في الفيديو ده وات فيديو جاي مهم جدا علشان الناس اللي عندها الفراخ قطع بيض او بتشورع لها تقطع بيض. ان شاء الله هتعملي الحاجات اللي هقولك عليها ديا وان شاء الله فراخك مش هتقطع بيض ابدا ابدا ابدا. الفترة اللي جاية فترة مهمة شوية. بيبقى في مليون سبب للفراخ عشان تعملها معانا وتقطع بيض. ومن اهم الاسباب ديت ان هي تغير ريش. بتلاحظة اللي الفراخة كده عمالة توقع ريش. وبعد كده بتلاقي البيض عدد وعمال يقل عندك لحد ما ينقطع خاص. ان شاء الله لو تابعتي القناة بتاعتنا واهتمتي بيها وشفتي كل الفيديوهات وسمعتيها كده بتركيز. فراخك هتبضل تبيض طول السنة. مفيش حاجة اسمها تقطع. مفيش حاجة اسمها تريح. مفيش حاجة اسمها الالش. اللي هو تغيير الريش. اللي هي ان الريش بيقع داي اسمه الالش. الالش الريش دوت مش هيأثر خالص على انتاج البيض. هو معقولة يعني مش ده طبيعي ومفوض الفراخ انها تريح مضبطش. لا خالص. مين قال الكلام ده? الفراخ بتريح مضبطش لان انت مدتهاش العناصر اللي جسمها محتاجها. مع عملتش لهم الواجب اللي عليكي. عشان كده هم كمان معمروش الواجب اللي عليهم. في حاجات بسيطة قوي ورخيصة. واحنا بنحاول نجيب الحاجات الرخيصة او المتاحة اللي موجودة في الطبيعة حوالينا. اللي نقدر نستفيد منها. ولو اضطرنا نشتري حاجة بنستخدمها برضو بالعقل وبالراحة. ونونة علشان كترها بيدر. وقلتها بتضر. لكن الوسط حلو. والحاجة المعقولة حلوة بتديكي نتيجة حلوة. لو تاخدوا بالكو ان الفراخ بتاعتي عددها قل. ناس اللي متابعيني من زمان. اقول لك بقى قال لي ليه? الفيه الفراخ دي. الفراخ دي ما هياش دفعة واحدة. يعني انا ما ربيتش الفراخ دي دفعة واحدة. الفراخ دي كانت تقريباً ثلاث دفعين. فكان فيه منهم فراخ عندي بقى على ثلاث سنين بتضبيت. طبعاً الفرخة بعد ثلاث سنين خلاص انتاجها بيقل. طب انا هعرف منين الفرخة اللي انتاجها بيقل دي انا او اللي هي ميبتبتش. مو كلهم مع بعض اهم انا عارفة من يبتبت ومن يبتبتش. هقول لك على علامة بسيطة خالص تعرف الفرخة اللي بتبيط والفرخة اللي مش بتبيت. اولا الفرخة اللي بتبيت بتكون خفيفة ورفيعة ونشفع. معقولة اه. اتخينة المليانة الحلوة المنزلزة الممزمزة اللي عجباك دي دي ما بتبيتش. دي بتبيت كل يومين تلاتة مرة. ما بتبيتش ابدا. شايفيه الفرخة القدامكم المليانة دي? اللي هي اللونها دهبي جميل دي? دي انا هتباحها دلوقتي. وانا دبحتها فعلا. ليه? هقولك دلوقتي دبحتها ليه. نكمل كلامنا عن الفرخة ازاي نعرف انها ما بتبيت او انها ما بتبيتش. اللي بتبيت قلنا بتبقى ناشفة وخفيفة. شايفين في واحدة بيضة هي? وفي واحدة دهبي لونها دهبي جميل. الدهبي دي ما شاء الله عليها ما بتبيتش. البيضة الرفيعة السغنانة اللي مش مالي عينك دي. دي هي دي ما شاء الله اللي بتبيت. انا دبحت الفراخ اللي بقالها تلات سنين عندي. لان بعد تلات سنين خلاص بيقل بيضها. عرفت منين الفرخة? اولا شكلها بيبقى باينة علي انها كبيرة في السن. سنها كبير. سانيا العرف بتاعها بيبقى لونه باهت. لونه باهت. وكمان وزنها بيكون اكتر من تلاتة كيلو. ما شاء الله الفراخ بتبقى ايه? مليانة. وسددت الدهون بقى خلاص. بقى ما حطتي بقى في اي حاجات عشان الفراخ تبيت. لأ مش هينفع بعد تلات سنين الفراخ تبيت مع كده. فانا مسكت الفراخ اللي زي كده والله سبحان الله. انا ده بحت اربعة. واحدة بس فيهم اللي لقيت فيها بيض. لكن البقية اللي اربعة كلهم طلعوا فعلا قطعين بيض. وما فيش عنقود البيض جواهم ما فيش خالص. بسم الله ما شاء الله تعالى. وكده نجمع البيض ده بتاع الفراخ اللي بردهم. اللي ما كملوش عشر فرخات. ما شاء الله ده بتاع يومين. ما شاء الله يعني ما شاء الله. حتى في البيض بيقولوني زي الفراخ علينا هقل وانتجها زاد. ايه اللي حصل? اللي حصل ان كل ما كان عدد الفراخ قليل كل ما الفراخ آآ خدت مساحة في الاكل وباضت. عشان كده بقول لك لو اتربيل نفسك وعشان على قد بيتك عشر فرخات هيغرقوا لك الدنيا. ده ما شاء الله لك هو تقيلة بالله بيض عشر فرخات في يومين. وهقول لك برضو انا بعمل لهم ايه? شوية حاجات كده انا عملتهم. آآ بقوا كله عن مال بيبيض ما شاء الله يعني كله بيبيض اكتر من الاول. آآ نفس الانتاج اللي كنت باخده من الخمستاشر هو اللي باخده من العشرة. يبقى انا انا اوفر لا الاوفر ان انا كل شوية ابص في الفراخ بتاعتي لقيت فرخة فيهم كده. آآ دي عايز اقول لكو انها لقيت الاشرة بفاعتها ضعيفة. وانا حطيت لهم الحاجات اللي هقول لكو على دلوقتي عشان كده. عشان الاشرة ضعيفة. مجرد ما لما استها بس آآ اتهشمت. يعني اتكسرت. القشرة تكسرت. مجرد ما انا بشيلها كده. فهاقول لك برضو ده علاجها ايه? علاج والقشرة اللي هي البيضة اللي تبقى رخوة. التحديق اللي انتو شايفينه قدامكم ده مهم قوي علشان الوضع اللي شفناه دون في البيضة اللي قشرتها ضعيفة. التحديق ده عبارة عن ايه? عبارة عن صدف بنجيبه من عند البطري صدف مجروش. او نحط عليه جير مطفي. بنحط عليه رمل خشن. بنحط عليه املاح لو عايزين. مخلوط املاح. بنحط عليه ملح طعام. وبنقلبه ونحطه الفراغ. ما عنديش كل ده عادي مفيش مشكلة. احط الموجود احط على الاقل آآ رمل ابيض اللي هو رمل بتاع البنى ده. الخشن. احط عليه شوية جير. اجيب شوية صدف. آآ اجيب قلب توب قديم كده وبايش واطحانه كويس وادقه حلوة قوي واحطه. اي حاجة تقع تحت ايدك من حاجات التحديق دي ممتازة جدا جدا للفراخ بالزاد في فاصل الصيف. هي المفروض بتحطي طول السنة. طول السنة عشان فراخك ما تقطعش بيت خالص والبيت بتاعها ما يكونش ضعيف ولا قشرته ضعيفة. بس في الاخر كده اهم حاجة عايز اقولك عليها اللي اللي خلت للدنيا مظبوطة برضو ما شاء الله لك هو تقيلها بالله. ان انا عملت ايه بقى? عملت زي ما قلت لكم زمان قبل كده وجبت السلينيوم وجبت سنائي فوسفات السوديوم اللي اتنين مع بعض. وبقيت اعمل ايه? قدي السلينيوم يومين وادي سنائي فوسفات السوديوم يومين. سنائي فوسفات السوديوم عبارة عن ملح بيطاري بيجي من عند البيطاري والسلينيوم فيه منه بيطاري وفيه منه بشري. سنائي فوسفات السوديوم بحطي معلقة على اتنين تلاتة لترمية وبحطها لمدة يومين. وبرضو السلينيام بحط مثلا حوالي هو بتعامل سانتي لكل لتر مية بحط سانتي لكل لتر مية لمدة يومين ومشيت معاهم على كده بقالي حوالي عشر تيام ما شاء الله اللي كان عاوز يريح ريجع يبيت تاني بفضل الله دول بالزبط عشر فرخات دلوقتي وهخليهم تسعى لما اخد الفرخة الحمرة دي اللي انا بقول لكم عليها دي ليه هاتبحها لان خلي بالكم اتجاو دلوقتي مش مزبوط وفيه فيروسات وفيه حاجات وخدت بالي ان عندها التربوش بتاعها لونه مزرق مسود بس مش ازرق هي ما شاء الله مش الفلوانزا ولا حاجة بفضل الله يعني مش حاجة فيروسية هي حاجة بكترية كان ممكن اعالجها وحط لها خل وحط لها فيلاجيل وتبقى زي الفل بنحط قرص فيلاجيل بشري مطاهر معوي قرص فيلاجيل بشري على تلاتة لتر مية ودي سأول اولين الصبح وبعض الضهر بنحط على اتخل على اتنين لتر مية تمام ونعمل كده كل اسبوع بصت لايه فراخك العواف التاحة ده بقى احمر وبقى جميل جدا وما فيش عندها مشاكل معوي ولكن انا دبحتها لان هي وزنها كبير وفعلا لما دبحتها لقيت لعندها مشكلة في المعدة بتاعتها ان دوت بيبقى براها عن فطريات وحاجات بس لقيت عنقود البيت بتاعها فاضي يعني ما بتبتش يعني دي بتبيت مرة كل اسبوع عنقود البيت صغنان خالص ليه لان هي وزنها كبير معدي تلاتة كيلو اي فرخة عندك معدية ووصلت تلاتة كيلو اتبحيها وشوفي هتلاقي عنقود البيت صغنطات يعني كل كده فان لما بتبتلك مرة انا حبيت اقولكو عالتجربة دي علشان كل الناس اللي بتشتكي ان فراخها مش بتبيت وبالذات الفترة اللي جاية برضو فراخها تبقى مش بتبيت تابع معايا نعمل كام فيديو كده عن موضوع تساقط الريش ده ونعالجه ازاي ونوقف اصاده ازاي ونعوض الفراخ بتاعتنا عن الموضوع ده ازاي هم مكونات بسيطة قوي هنستخدمها وان شاء الله الفراخ بتاعتك مش هتضع بيض ابدا وهتبقى بتبيض وزاي الفل اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نصالكم منها كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته